اشتركوا في القناة من أهل العلم من قال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهله من أهل البيت إذن أهل البيت وستدل القائلون لذلك بأن ربنا ذكر أزواج النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع وكننا أسدع وكننا صراحا جميلة الآيات وفيها في نهايتها إنما يريد الله ليذهب عنكم مريجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال بعض العلماء إن أزواج النبي من أهل بيته عرض في ذلك بعض العلماء وقال إن المرأة إذا طلقا لا تكون من أهل بيت الرجل وأهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة وستدل القائلون لذلك بأن الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم عنكم الريكس أهل البيت وقال لم يقل ليريد الله ليذهب عنكم الريكس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وكجواب على هذه الشمال التي ألقوها فإن قوله تعالى ليذهب عنكم الريكس حتى يعم أزواج النبي وغيرهم كما قال النبي عليه الصلاة في حديث الكساء وقد جمع حسنا وحسينا وعليا وفاطمة وجلالهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الريكس وطهرهم تطهيرا فنحن نسوق ما يتعلق بأهل البيت بأهل البيت الرسول على السلام وقد قال الرسول عليه الصلاة من ينصرني من رجل بلغني أذاغ في أهلي يعني عائشة والله ما علمت على أهلي إلا خيرا فمن هذا الباب مع الإشارة إلى الخلاف في مسألة الأزواج هل هن من أهل البيت أو لا اللهم صلى على النبي محمد وأزواجه وذريته اللهم صلى على أهلي محمد فجعلها بعضهم مفسرة للآل الأزواج والذرية والله تعالى أعلم قد تمال الكلام في ذلك الحديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت لو نزلت وديا فيه شجر أكل منه وفيه شجرة لم يؤكل منها تحت إياها كنت تنام أو ترتع إبلك قال تحت التي لم يؤكل منها تريد أنه لم يتزوج بكرا غيرها صلى الله عليه وسلم قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق أنه قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريدة على سائر الطعام خير نسائها ماري أم خير نسائها فديجة أو سيدات نساء الجنة خديجة ماري أم فاطمة آسيا بنت مزاحة وقال وفضل عائشة على سائر النساء يعني باستثناء أولا كفضل الثريدة على سائر الطعام عائشة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت سيدة خديجة تزوج النبي سودة بنت زمع فسودة بنت زمع أول زوجة بعد خديجة رضي الله تعالى وبعد سودة بنت زمع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكان لذلك مقدمات قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أريتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير يعني لفه من حرير مغطاها قيل هذه زوجتك فكشفت فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال له أبو بكر يا رسول الله أنت أخي يعني أنت أخي وأكبر مني وهذه فقال الرسول عليه وسلم أنت أخي في دين الله وهي حلل لي يعني أنت أخي في الله لكن حلل لي أن أتزوجها فعقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبنت ست سنين وبنى بها ويبنت تسع سنين ومت عنه ويبنت ثمانية عشر عاما أعني بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي مع عائشة رضي الله عنها تسع سنوات كان عمرها لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ثمانية عشر سنة ومع ذلك حصلت هذا العلم الغزير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقول قال لماذا يتزوجها النبي وهي صغيرة فنقول الله أرسل رحمة للعالمين وعائشة كانت شبت شبابا حسنا فأحيانا البنت تكون صغيرة لكن قوية وتتحمل توابع الزواج فكانت عائشة قد شبت شبابا حسنا للرسول الله صلى الله قد شبت شبابا حسنا طب ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى به ومنت تسع سنين قالت كنت ألعب على أرجوح أنا وصوي حباتي لي وجاءتني أمي ضحا فأخذتني من بس بين البنات الصغيرات مع مجموعة من النسوة أخذنني وأصلحنني هيئنها للزواج ويقولك يجليها للزوج أصلحن من شاني ومشطن شعري ودفعنني إلى الرسول عليه الصلاة في الضحى وقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحا عائشة رضي الله تعالى عنها هي البكر الوحدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال عمار في خطبته لما ذهب يستنفر أهل الكوفة على عائشة لما خرجت هي وطلحة والزبير لقتالي أو للكوفة وكان سيحدث قتال بينه بين علي وبين جيشها صعد عمار على المنبر عفوا قاد عمار على عند أصل المنبر وصعد الحسن بن علي يغطب فعمار قال للناس يا أيها الناس يا أهل الكوفة والله إني أعلم أنها لزوجة نبيكم في الدنيا والأخرة ولكن الله ابتلاكم أتطيعوه أم تطيعوها أم تطيعوها فأشهد من هذا أن عائشة بقيت مع رسول تسع سنوات وكانت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بل أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولما نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تلدن الحياة الدنيا وزينتها فتعلينا ومتكنها وسريحكنها صراحا جميلة دعا النبي عائشة وبدأ بها قالت أفي ذلك تخيرني يا رسول الله إني اخترت الله ورسوله والدار الأخرة فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وكانت مباركة دائما عليها رضوان الله فلما كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان استعارت قلادة من أختها أسماء ففقدت القلادة فجلس النبي يبحث عنها مع أصحابه فما وجدوا ما أن يتوضؤون فنزلت آية التيمم فجاء أسيد بن حضير وقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ما نزلت بالمسلمين ضائقة إلا جعل الله لكم منها مخرجا وجعل المسلمين منها فرجا عائشة رضي الله عنها حظت بالنصيب الأكبر من قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آية الله والحكمة فإذا قررنا بين أم المؤمن خديجة رضي الله عنها وأم المؤمن عائشة رضي الله عنها في الجملة خديجة أفضل بالنص لأن خير سيدات نساء أهل جنة خديجة كخديجة وناصرة الرسول في الدعوة إلى الله مناصرة شديدة وكان الرسول في حال احتياج إلى مناصرة في بداية دعوته سوى مناصرة بالمال أو مؤساة بالكلمات الطيبة فخديجة وقفت بجانبه موقفا عظيما في هذا رضي الله عنها ولذلك كان النبي جلها إجلالا شديدا حتى بعد موته أما عائشة ففاقت في ناحية أخرى وهي بث العلم الشرعي الذي في بيت رسول الله لعموم المسلمين كما قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فبثت علما غزيرا نعم قد كانت لها اجتهادات ودائما وأبدا الذي يفتي كثيرا يحصل منه بعض الأخطاء فالذي يفتي ألف فتوى مثلا لا منع أن تجد عشر فتاوى خطأ ويكون تسعون فتوى صواب فعائشة أفتت كثيرا في مسائل كثيرة كما قال بعض العلماء وبعض الصحابة ما سألنا عائشة عن مسألة من العلم إلا وجدنا عندها فيه علما فكان عندها علم بالتفسير علم بالفقه علم بالحديث كان عندها علم ولكنها أحيانا كانها كلها اجتهادات تجانب فيها الصواب كما في أمرها في مسألة رضاء الكبير وأنها ترى أن الرضاء الكبير يحرم أن الرضاء الكبير يحرم نعم تستند إلى قصة رضيها سهلها تحرم عليها لكن الجمهور حملوا ذلك على حملوا ذلك على أنها قصة خاصة بسهلة مع سالم مولى أبي حذيفة فلا بعض الفتاة وكانت تنكر عذاب القبر أو كانت لا قل تنكر عذاب القبر إنما كان لها يعني بعض الخلافات للصحابة مفادوها ما ذكر أنها كانت تنزل ذلك على اليهود لا تنزله على المسلمين لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن أمر قال أمر يستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب أهل عليه وصحيب يقول نحن والميت قال رسول الله الميت يعذب بما نحى عليه فعيشة كانت تنكر ذلك وتقول رضي الله تعالى عنها إنما قال ذلك رحم الله أبو عبد الرحمن تعاني عبد الله بن عمر إنما قال ذلك النبي في يهود في يهودية ماتت قال إنهم قالت إنهم يبكون عليها وأنها لا تعذبوا في قبرها لكن الجمهور من الصحابة خالفوها في هذه المسائل الحاصل أن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين ورغمت ألوف الشيعة في أم المؤمنين وإن كانت قد قاتلت أمير المؤمن علي أو ذهبت قاصدة للإصلاح فقدر الله تعالى عليها من قدر من الابتلاء الذي وقع لها وكانت تندم أشد الندم لخروجها إلى هذه الغزوة إلى هذه الموقعة موقعة الجمال ندمت ندما شديدا والله سبحانه وتعالى لذنب والزلات غفار فكانت خرجت أغريئة أنها تكون مصلحة تكون مصلحة تصلح بين الناس ولكن لم يكن رأيها هذا بالسديد مع قول الله تعالى وقرنا في بيوتكم وذل على ذلك أنها لما خرجت مع طلحة والزبير لنصرة عثمان أو عفوا للانتقام من الذين قتلوا عثمان وقد تفرقوا في الجيوش فمرت على مئن يقال لهم أول حوأب فقال أين أنا الآن قالوا لها عندما يقال لهم هو الحوأب فقالت وذكرت الحديث أرجعوني ردوني من حيث أخرجتموني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشاري أن يتكن تنباحها كلاب الحوأب ردوني إلى ما أخرجتموني منه قال الله يا أم الممنين تقدمي لعل الله أن ينفع بك طعن في عائسة الطاعنون المنافقون ورئيس المنافقين عبد الله بن وبي بن سلول وتبعه بعض الصالحين عن غير بينة ولا تثبت ورمى عائشة بحديث بالإفك الكذب أشد الكذب اتهموها اتهاما باطلا لكن تولى الله سبحانه وتعالى نصرها فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم الدين في آيات تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وتعلم في الكتاتيب إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها إن الذين جاءوا بالإفكة واصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ولذا عائشة رضي الله عنها كانت تفخر على سائر أزواج النبي عليه الصلاة تقول كلكن زوجكن أهليكن وأنا زوجني عفوا عائشة كانت تفخر تقول أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات فلما كانت هي وزينب تتناوشان وزينب هي التي كانت تساميها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات وزينب تقول لها زوجني الله من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنهن وارضهن هذا وبهذا القدر أجتزئ في فضله والتذكير أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأل عمر بن العاصب من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة ولا تعرض بين هذا وبين فاطمة أحب الناس إلى رسول الله إن عائشة من باستثناء أهل بيته باستثناء فاطمة عليها السلام هذا هو صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته